موسيقى السلام عليكم في هذا المقطع سنقوم بالتعرف على كيفية حماية الجهاز من أخطار الفيروس من خلال برنامج الخاص بشركة مايكروسوفت طبعا الكثير مننا يقوم باستخدام برامج أنتي فيروس تجارية وأيضا معروفة مثل كاسبارسكي، نورتو الأنتي فيروس، ترند مايكرو وغيرها الكثير ولكن البعض يجهل أن هناك برامج ذات جودة عالية وأيضا مجانية يمكننا استخدامها لحماية الجهاز من الفيروس سنقوم بأداء الخطوات من خلال نظام التشغيل Windows 7 لأنظمة التشغيل الأخرى يرجى للطلاع على الـ Description أو العرض الخاص بهذا المقطع للبدء لتنزيل برنامج نقوم بتشغيل مصفح الإنترنت ونقوم بزيارة أحد محركات البحث وليكن مثلا جوجل داخل محرك البحث نقوم بكتابة Microsoft Antivirus نلاحظ هنا الخيار الأول Microsoft Security Essentials Free Antivirus for Windows نضغط على الرابط طبعا مميزات هذا البرنامج أنه مجاني أيضا تحديثات أو الـ Automatic Updates مجانية بالإضافة إلى أنه سهل والعديد من الجهات قامت بتقييم البرنامج على أنه من البرامج الممتازة نضغط Free Download نختار خيار Run أو Save على سبيل المثال نختار Run هذا يقوم برنامج بالنزول على الجهاز ومن ثم عملية التنصيب هنا تبدأ عملية إعداد أو تنصيب البرنامج طبعا أنا سابقا قد قمت بتنزيل البرنامج عندي على الكمبيوتر وذلك لاختصار الوقت طبعا للتعرف على البرنامج نقوم بإغلاق هذه النافذة هذه هي الآيكون الخاصة ببرنامج الحماية الخاص بالـ Antivirus Microsoft Security Essentials نقوم بتشغيل البرنامج نلاحظ في هذه النافذة الخاصة بالبرنامج مجموعة من الخيارات الخيار الأول لهم هو الخيار المهم لدينا Real Time Protection On أي أن البرنامج يقوم بحماية الجهاز من أي فيروس بالإضافة إلى بعض الخدمات الأخرى Virus and Spyware Definition Up to Date أي أنه محدث أيضا لدينا خيارات أخرى مثل الـ Updates والتي تقوم بعمل تحديثات مستمرة للقائمة الخاصة بالـ Antivirus بإمكانة ضغط على Update حتى نحصل على آخر تحديث نلاحظ أن يقوم بعمل بحث عن أي تحديثات موجودة على الإنترنت أيضا لدينا الـ History الخاصة بأي معلومات تتعلق بوجود أي فيروس سواء كان تم حذفها أو كورانتين تم حجزها بالإضافة إلى الـ Settings الخاصة بإعدادات البرنامج من خلال زر Home لدينا ثلاث خيارات مهمة Quick وهو لعمل سكان سريع للجهاز Full ولعمل سكان شامل لجهاز الكمبيوتر أو Custom لتحديد أماكن معينة إذا قمنا باختيار خيار Quick نضغط Scan Now حيث يقوم بعمل مسح شامل أو سكان للجهاز التحقق من وجود أي فيروس للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع CyberC3 www.cyberc3.e شكرا 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 شكرا